اشتركوا في القناة مساء الخير بلال نعم إذن دكتور ريبة يزبك كيف تعود هذه الذكرى الذكرى التاسعة عشر لذكرى هبة القدس والأقصى على الجماهير العربية هنا في البلاد نعم نحن نحيي اليوم الذكرى التاسعة عشر لهبة القدس والأقصى الانتفاضة الثانية وهبة أكتوبر كما يسميها البعض والتي فيها سقطت 13 شهيدا بخلال نيران القناصة وحتى يومنا هذا نحن نعلم أن الملفات أغلقت ولكن لم يتم إدانة أو عقاب المجرمين وجودنا هنا لنؤكد سنة بعد سنة وعام بعد عام على أن قضية الانتفاضة الثانية على أمن دماء الشهداء وعلى أن القضية اللازالت مفتوحة هو أمر هام جدا ومركزي أولا هي رسالة سياسية للمؤسسة الحاكمة في إسرائيل أننا لم ننسى الشهداء لم ننسى قضية الشهداء لم ننسى أننا جزء من الشعب الفلسطيني شعبنا هب في عام الألفين لالتحام بقضايا شعبه أيضا في الضفة وفي غزة وفي الشتات نحن تصرفنا كشعب واحد في عام الألفين وفي الانتفاضة الثانية ونحن لدينا مقولة اليوم أننا جزء من الشعب الفلسطيني وسنستمر بالتصرف كشعب رغم الحواجز ورغم محاولات التقسيم الإسرائيلية وجودنا اليوم في كفركنة وفي هذه المسيرة الجامعة والموحدة لكافة الطيف الفلسطيني ولكافة مركبات العمل السياسي هي أيضا مقولة هامة حول وحدتنا وحول موقفنا الموحدة في قضايانا الوطنية الكبيرة هذه المناسبة وإحياء هذه المناسبة اليوم هو أيضا مقولة هامة للأجيال الشعبة للحفاظ على الانتماء القومي والحفاظ على الانتماء الوطني وكون جزء لا يتجزع من هذا الشعب وكون السياسات الدولة والسياسات العنصرية التي موجهة ضدنا هي موجهة ضدنا لأننا فلسطينيين ولأننا بقينا في وطننا ولأننا الحق الكامل في أن نمارس هويتنا الوطنية وانتماءنا وحقنا في عرضنا وحقنا بالالتحام بشعبنا الفلسطيني بالتالي المقولة الأساسية اليوم هي نحن جزء من هذا الشعب الفلسطيني جزء فاعل ومتفاعل مع قضايا شعبنا والأهم من هذا كله أننا لم ننسى أيضا دماء شهدائنا ولازلنا نطالب بمحاكمات القتلى ومحاكمات المجرمين عضو الكنيسة دكتور ريبا يسبك في نفس الوقت الذي تحيي به الجماهير العربية هذه الذكرى الهامة التاريخية ذكرى التسعة عشر لهبة القدس والأقصى هناك شاب في مجد الكروم قتل رميا بالرصاص رميا بالنار هل مثل هذه الموضعات توضع أيضا على طاولة البحث الجماهيرية على طاولة البحث الوطنية لا سيما نحن نتحدث عن غول يسحف إلى البلدات العربية يعني تقريبا يوميا هناك قتيل أو قتيلة في البلدات العربية نعم يعني أخ بلال لا يمكن الفصل بين القضايا مؤلم جدا ما يحدث في داخل مجتمعنا نزيف الدماء وحوادث القتل الشبه يومية هي جدا مؤلمة جدا محزنة ولكن نحن لا نستطيع الفصل هي نفس السياسة التي قتلت شبابنا عام 2000 قتلتهم بشكل مباشر من خلال القناصة هي ذات السياسة التي تقتل شبابنا اليوم من خلال فوضى السلاح ومن خلال تواطئ الشرطة ومن خلال تواطئ وزارة الأمن الداخلي ومن خلال تواطئ مؤسسات الدولة مع وجود السلاح وانتشاره في بلداتنا العربية هي ذات السياسة الموجهة ذات السياسة التمييزية هي ذات السياسة العنصرية الواضح أن هبت أكتوبر وعام 2000 شكلت محطة فارقة في وجودنا وفي تاريخنا عن نضال كفلسطينيين في هذه البلاد وأكدت أن الجيل الفلسطيني الشعب هو جيل ملتحم بهويته وبقضايا شعبه وهذا ساهمة كبيرة في أن هذه المؤسسات وأن مؤسسات الدولة قامت باختراقنا من الداخل هي فاهمت جيدا الرسالة هي لا تستطيع اختراق انتماءنا القومي فإذا هي تحاول أن تخترقنا من الداخل من خلال زرع الأسلحة وفوضى السلاح والجريمة في داخل مجتمعنا العربي وجود هذا الكم الهائل مئات الشبان قتلوا منذ عام 2000 حتى اليوم هو مش صدفي أيضا هو جزء من سياسة موجهة ضدنا وأنا أعتقد أخ بلال أنه هآنا الأوان نحن نطالب الشرطة بشكل مباشر وبشكل مستمر أن توقف هذا التواطئ أن توقف فوضى السلاح أن تقبض على المجرمين وأن تقبض على المجرمين ولكن في ذات الوقت هآنا الأوان أن ننتفض أيضا كمجتمع ضد الجريمة وضد المجرمين وضد من لديه في حوزته الأسلحة علينا أيضا أن من بد هؤلاء العنيفين وهؤلاء المجرمين من داخل مجتمعنا لابد من هذا السؤال يعني شفنا كان اليوم يعني مشاركي ما شاء الله في المسيرة المركزية وأيضا بزيارة لأدرحة الشهداء في البلدات العربية هل هذا سؤال يعني هل اهتمامنا بإحياء ذكرى الشهداء ينبغي أن يكون أو هل ينبغي أن يكون على حساب قضية جوهرية من الطراز الأول بامتياز سقوط قتلى يوميا في البلدات العربية هذا لا يأتي على حساب ذاك القضايا يعني جميع القضايا متشابكة وزميع القضايا متداخلة كما ذكرت سابقا هي يعني نفس السياسة الموجهة ضدنا تقتلنا مباشرة أحيانا وتقتلنا بشكل غير مباشر في أحيان أخرى بالتالي هي نفس السياسة نحن لا يمكننا الفصل بين قضايانا القومية وبين قضايانا اليومية وقضايانا المدنية لا شك أخ بلال أن قضية العنط قضية الجريمي هي القضية رقم واحد التي تشغل بال مجتمعنا وبال أهلنا في كل بلداتنا العربية هي قضية مؤلمة مؤلمة جدا قضية تمث فينا كلنا جميعا أن الأوان أن تكون صرخة موحدة نضال شعبي ميداني حقيقي ضد الشرطة ضد مؤسسات الدولة التي تسكت وتغمد عينها عن ما يحدث في داخل مجتمعنا أحياء ذكرى القدس والأقصى وانتفاضة القدس والأقصى لا يأتي على حساب العمل ضد الجريمة هذه القضايا والنضال ضده هو نضال متكامل وعليه أن يستمر وعلينا أن نقوي إذن عضو الكنيسة الدكتور ريبا يزبك سؤال الأخير طب شو إسا أنتوا بتفكروا يعني كقيادة جمهور عربي يعني تواجدت هناك قيادة القائمة المشتركة في كفور كنة تواجدت أيضا قيادة لجنة المتابعة ودائما نقول نعم أيضا يعني في هناك مسؤولية على الجمهور وعلى الجماهير أن يشاركوا في مثل هذه المسيرات أو يشاركوا حتى في الاحتجاجات هل في خطة عمل الآن لدى قيادة الجمهور العربي وأنا أقصد الآن خطة عمل قابلة للتنفيذ لأنه الوضع لا يطاق داخل البلدات العربية كل يوم في قتيل هذا الوضع لا يطاق المفروض يكون في صرخة من القيادة من الجمهور لأنه شعبنا وأهلنا بطلوا يعني بطلوا يشعروا بأمن وأمان داخل البلد العربي نعم وأنت محق أخ بلال ونعم قضية مكافحة الجريمة ومكافحة العن في بلدتنا العربية ستكون وستشغل بال القائمة المشتركة نحن قلنا هذا مرارا تكرارا ونحن بصدد الخروج أيضا بخطة عمل مهنية واضحة وأيضا لجنة المتابعة وتم الإعلان وتم الحديث اليوم أيضا من منصة مهرجان إحياء ذكرى الانتفاضة القدس والأقصى تم الحديث أيضا عن هذه القضية وعن الاستراتيجية التي ستتبعها أيضا لجنة المتابعة بهذا الشعن لكن دانا نكون صريحين نحن بالنهاية لا يوجد لدينا أدوات تنفيذية لا يوجد لدينا شرطة ولا يوجد لدينا وزارة أمن داخلي هذه الوزارات لا تتبع لنا بالنهاية لكن مسئوليتنا أن نستمر بالمطالبة ومسئوليتنا أن نستمر بالمحاسبة ومسئوليتنا أن نقف وقفة واحدة أمام وضد تواطئ الشرطة وأنا أقولها بوضوح آن الأوان لأن يكون عمل مستمر وعمل متشابك ومتواصل ما بين العمل البرلماني وعمل لجنة المتابعة وعمل اللجان الشعبية وعمل الهيئات المهمنية وأيضا النضال الشعبي والصرخة الشعبية الميدانية من قبل الناس ضد الشرطة مجتمعنا مش ساكت ضد ذواهر وضد جرائم العنف ضد الجرائم اليومية التي ترتكب بحق أبنائنا وبحق شبابنا وهذه وقفة مجتمعية عليها أن تسمع وهذه وقفة شعبية وصوت شعبي عليه أن يسمع علينا في المرحلة القادمة نعم أن نكثف من هذا العمل المشترك والمتشابك عضو الكليسي دكتور إبا يزبك من القائمة المشتركة يعطيك العافية شكرا جزيلا لك شكرا شكرا ناتيك اشتركوا في القناة